اشتركوا في القناة شايفينها دلوقتي وهو نجم كويتي شهير بيتعرض للضرب على عينه وبيقول عيني راحت هنعرف السبب ايه وتعرض للضرب ازاي وايه الفيديو اللي تدولوا رواد موقع التقاصل الاجتماعي حوالين تعرض النجم الكويتي عبدالله الجاسر المعروف باسم عبدالله الجاسر هنعرف مع بعض تفاصيل الخبر بس قبل ما نبدأ خبرنا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لو انتوا اول مرة تشوفوني وتشوفوا قناتي ونبدأ مع بعض خبرنا تنقل الناشطون على موقع التواصل الاجتماعي سورة النجم المواقع الكويتي عبدالله الجاسر المعروف باسم عبدالله الجاسر وظهر فيها بوجه تغطيه دماء حيث بدأ انه تعرض للضرب واوضح السبب في حديث الى صحيفة الراي الكويتية حيث قال انه اصيب بقطع في القناة الدمعية وكسر في الانف طب ليه كل ده هنعرف مع بعض دلوقتي واشار الى انه فقد النظر في احدى عينيه بنسبة لتقل عن 80% مجيفا انه سيخضع العملية الجراحية من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه وتابع في حديث سؤال هاتفي ان احد السائقين حاول استقافه من دون سبب واضح الا انه رفض التاقف مما دفع الاخير الى ملاحقته قبل ان يصدم سيارته من الخلف ولفت الا ان جدالا دار بينهما وان الاوضاع هدأت لبضع دقائق قبل ما يفجأوا السائق وبيضربوا على وجهه بقال حدى اثناء استدارته ثم يتركوا على الارد واحدث هذا دقة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي واهرب الكتير قوي من اللي بيتابعوا عن استياءهم وعن تعطفهم مع النجم متمنين له الشفاء ربنا يشفي يا رب ويافي عنه ويرجع احسن من الاول واكد الحدثة دي فعلا الاعلامي الكويتي مشاري بويابس مشيرا في فيديو الى ان عبوتكا تعرض فعلا تضرب وان الامر مش مزاح ولا تمثيل ولا اي حاجة ده كان خبرنا النهاردة بشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته